بالله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين تكلمنا عن الأذية التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن عام الحزن الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أغلى ما يملك من عمه وزوجه وفي خضم كل هذه الأحداث تأتي القدرة الإلهية التي تبعث الأمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بل تزيده ثاباتا ويقينا بأن يرزقه الله عز وجل أعظم أعظم معجزة ليس الغرض منها الأساسية إقامة الحجة على الكفار بل الغرض منها تثبيت فؤادي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول نائم أمام الكعبة فإذا بجبريل يقدم ومعه دابة هاته الدابة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيقول هي دون البغل وأكثر من الحمار ومما ميزها الله عز وجل به أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها سريع جدا وهي دابة الأنبياء التي تسمى البوراق يركب النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في هذه الرحلة التي يتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عظيمة بل ينتقل من مرحلة الإيمان القلبي والشعوري إلى مرحلة الإيمان العيني اليقين الذي يرى به أحداثاً عظيمة وأحداثاً غيبية بمجرد العين ولهذا يكرمه الله عز وجل كما قلت بهاته الكرامة وبهاته المعجزة الخارقة التي يصفه فيها الله عز وجل حينما أراد أن يصفه فقال سبحان الذي أسر بعبده ليلا لم يصفه ولم يقل محمد ولم يقل أحمد بل وصفه بكونه عبد وصفة العبودية لله عز وجل هي أعظم وأرقى صفة قد يتصف بها بشر لا يكون عبداً لشهواته ولا عبداً لملذاته ولا عبداً لأي مخلوق كان أو أي موجود كان سوى أن يكون عبداً لله عز وجل فيقول رب العز سبحان الذي أسرى بعبده أي بالرسول صلى الله عليه وسلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ويربط البوراق عند حائط المبكى من كرامة الله عز وجل أن يحضر الأنبياء والرسل أجمعين ثلاثمائة رسول وربع وعشرين ألف نبي جميعهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إيماماً والأنبياء والرسل خلفه يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم ويخرج بعد ذلك ليأتيه جبريل باللبن وبالخمر ولم تكن الخمر قد حرمت حينها ولكنه نداء الفطرة نداء الفطرة الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار شرب اللبن وكأن في ذلك إشارة إلى أن دين الإسلام دين يتماشى مع الفطرة السليمة مع الفطرة الصفية مع الفطرة التي لها دلالة مع اللولة الذي اختاره ولها دلالة مع الطعام الذي أو طبيعة الشراب الذي اختاره هذه الرحلة التي يسميها العلماء الإسراء وكل صفر كان بالليل يسمى إسراءاً كانت من الكعبة إلى بيت المقدس رأى النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في رحلة الإسراء والمعراج حينما أعرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بسماء رأى فيها نبي ومن من الأنبياء الذين رآهم آدم عليه السلام وكان شديد كان طويل جداً فكان آدم عليه السلام حوله أقوام ينظر هكذا إلى يمينه فيضحك سبحان الله آدم ينظر إلى يمينه يضحك ثم ينظر صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى يساره فيحزن آدم ينظر هكذا إلى اليمين فيفرح وينظر إلى اليسار فيحزن فهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ يسأل جبريل يا جبريل من هذا؟ فيقول هذا أخوك آدم فيقول له فلما؟ ينظر إلى يمينه فيضحك وينظر إلى يساره فيحزن فقال سبحان الله تأمنوا في هذا القول جيداً وتخيلوا أنفسكم فقال لحينما يستدير إلى اليمين ينظر إلى أبنائه من أهل الجنة فيضحك وحينما يدور إلى اليسار يذكر إلى أبنائه من النار ونحن جميعاً أبناء آدم ينظر إلى أبنائه من أهل النار فيحزن ويبكي فالآن أيها الإخوة يعني هل من الممكن أن الواحد فينا يتخيل يا ترى هو مكتوب عند الله عز وجل من الذين هم عن يمين آدم عليه السلام فيكون من أهل الجنة فيفرح أم هو من الذين كتبوا عند الله عز وجل من الذين هم عن يساره فيحزن لا شك بأن هذا المعنى إنما يتجلى من خلال سلوكك ومن خلال مواقفك ومن خلال اجتهادك في طاعة الله عز وجل ولهذا يقول العلماء إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إن أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل هل أنت من الذين يحبهم هل أنت من الذين يبغضهم كل واحد يتساءل يقول يا ترى هل أنا من أحباب الله عز وجل من الذين كتبت لهم الخيرية في الدنيا والآخرة أم أنا من الأشقياء إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك إن أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل فانظر إلى حالك إن كنت قائما على الطاعات ومقبلا على العبادات وكلما أقبلت على طاعة من الطاعات سبحان الله تجد أن الله عز وجل ييسرها لك والأبواب تفتح بل ربما قد تكون في معزل عن ذلكم العمل فتأتيك الفرص لخدمة دين الله عز وجل تأتيك الفرص لعبادة الله عز وجل تأتيك الفرص للتصدق للصلاة لهداية الناس لإرشادهم لبعث الأمل في قلوبهم فها هنا إن أردت بأن أو إن رأيت بأن أبواب الخير أمامك تفتح فاعلم بأن مقامك عند الله عز وجل عظيم للأسف الشديد بعض الناس كلما أقبل على فعل من فعل الخيرات يرى العوائق الشديدة ويرى الأشياء التي تحول بينه وبين فعل الخير هذا الإنسان لا بد أن يراجع حساباته مع الله عز وجل لا بد أن يجدد تسوبه لا بد أن يكثر الاستغفار لأن ما أقامه الله عز وجل فيها ليس على ما يرتضيه والله عز وجل ليس بظلام للعبيد رب العز أول ما يطلع لا يطلع إلى أشكالنا ولا يطلع إلى لباسنا ولا يطلع للحانة ولا لأي شيء الله عز وجل أول ما يطلع يطلع على قلوبنا إن رأى في قلوبنا خيرا وإن رأى في قلوبنا إقبالا عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسيسر لنا سبل الخيرات وإن رأى في قلوبنا مرض وإن رأى في قلوبنا دخن فإن ذلك يحتاج إلى علاج ذلك يحتاج إلى إعادة نظر فمما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي نقله إلينا بكل آمانة حتى نحاسب أنفسنا ولا نقول رحلة الإسراء والمعراج وقعت هكذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مواقف أخرى مواقف عظيمة يقشعر لها الجسد رأى رجال رجال لهم مشافر مثل مشافر الإبل شوارب عظيمة وهم يلقمون الجمر فقال من هؤلاء قال هؤلاء هم أكلة مال اليتيم سبحان الله هؤلاء هم أكلة مال اليتيم ورأى من أعجب ما رأى صلى الله عليه وسلم أولاس عباد أمامهم لحم جميل جيد لذيذ عن يمينهم ولحم نت عفن عن يصارهم فيتركون اللحم اللذيذ ويأكلون اللحم النت فقال لجبريل من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء هم الزنات هؤلاء هم الزنات يتركون ما أحل الله لهم من زوجاتهم ويتبعون الرذيل ويتبعون الفاحشة فأجزاهم الله عز وجل بما كانوا يقترفون في الدنيا وكما يقال الجزاء من جنس العمل اعمل ما شئت كما تدين تدان اعمل ما شئت كما تدين تدان كانت هذه بعضا من المنامح التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أسأل الله أن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نصافرك ونسوب إليك